وزارة الصحة تؤكد وجود عدة طلبات من شركات الأدوية العالمية التي ترم نقل تجاربها إلى العراق توطين الصناعة الدوائية تدخل تلك الطلبات ضمنه خاصة مع وجود دعم حكومي استثنائي لقطاع صناعة الدواء رغبة لشركات الأدوية العالمية بنقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها الدوائية داخل العراق قبل سبوع كان هناك زيارة من ممثلي الشركات الأصلية المنتجة الأدوية بالعالم وتحدثنا حول توطين الصناعة الدوائية وأيضا بعض الشركات الأخرى أن التقيت بشركة عالمية اللي هي باكستر حول توطين الصناعة الدوائية في العراق هذه ذات حققات راح تشكل خطوة كبيرة أن الشركات الكبرى تنشئ مصانحها داخل العراق العراق يمتلك 23 مصنعا للأدوية وخمسة أخرى لصناعة المستلزمات الطبية توسيع دائرة التصنيع إلى أكثر من ذلك لتوفير علاجات متعددة لسيما للأمراض المزمنة خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عقود وفق معنيين عدد المصانع الأدوية العاملة حاليا تقريبا بحضر 28 مصنع خمس مصانع من عدها خاصة بالمستلزمات الطبية و23 مصنع للأدوية هناك في الطريق العديد من المصانع في إجراءات أخذ الموافقات الأصولية لفتحها حوالي تقريبا 18 أو 19 مصنع بالإضافة إلى أكثر من 60 طلب مقدم حاليا في إجراءات الموافقات الأولية وبدعم توطين الصناعة الدوائية وتوسعة دائرة الاستثمار فيها يحقق العراق أرباحا مالية وفيرة بحسب متخصصين فضلا عن خلق استقرار نسبي في أسعار الدواء مما يمكن أن يحدى من عمليات التلاعب والفساد سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر